في تقريرها السنوي حول كشف ملفات الفساد خلال العام 2018 أعلنت هيئة نزهة إقليم كردستان الكشف عن العشرات من تلك الملفات التي قام بها مسؤولونها في المؤسسات والدوائر الحكومية في الإقليم منهم وزراء ومستشارون ومدراء عامون وأحالتهم إلى القضاء الهيئة بيّنت أن أكبر عملية اختلاس تم كشفها من قبل الهيئة حدثت في مديرية تنفيذ السليمانية بمبلغ يقدر بملياري دينار عراقي والقضية الآن في ذمة التحقيق نشرنا بمواقع الأشخاص الذين لديهم قضايا فيهم موزراء، فيهم مدراء عامين، فيهم مستشارين، فيهم مدراء دوائر كان لدينا قضية في مديرية تنفيذ السليمانية الآن تقريباً هناك مؤتقلون على ذمة التحقيق كان هناك اختفاء بالمبلغ ملياري دينار منظمات المجتمع المدني شاركت مع هيئة النزاهة في جلسة الكشف عن قضايا الفساد لعام 2018 أحد مسؤوليها أكد أنهم يشاركون بفعالية في الكشف عن حالات الفساد وأن لهذه المنظمات الدورة في القضاء على هذه الظاهرة داخل المجتمع الكردستاني كمنظمات مجتمع مدني شاركنا مع هيئة النزاهة في حسم العديد من الملفات وأخذوا بأرائنا وكنا في المواجهة معاً في مشروع القضاء على الفساد الإداري والمالي بكل شفافية ويعتبر نواب سابقون في بردمان كردستان أن مجرد الكشف عن حالات الفساد المالي والإداري حالة إيجابية مع أن المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية بحسب رأيهم ليست لديها الآلية الواضحة والبرنامج الصحيح في عملها منتقدين استراتيجية مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة الكردستانية مطلع عام 2017 المشكلة حتى الآن المؤسسات الرسمية مثل الجهات الرقابية برلمان وجهات التنفيذية والحكومة حتى الآن ما عندهم آلية لمكافحة الفساد بشكل واضح أو بشكل مبرمج في إقليم كردستان نحن عندنا استراتيجية لمكافحة الفساد تنفيذ هذه الاستراتيجية حتى الآن ما مشكل يذكر أن هيئة النزاهة في كردستان قد كشفت في تقرير سابق عن إجراء التحقيق في 125 ملفا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 وتم إحالة 59 منها إلى القضاء بحسب التقرير من داخل مبنى هيئة النزاهة في أربيل يوسف المدلاوي الحرم ترجمة نانسي قنقر